قال ابن رجب رحمه الله ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحير فإنه قد قيل إنه قد نهي عنه لحق الزوج حيث كان يخشى عليه أن يعقوبه فيه الندم ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينتهي عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتابه كمن صام في المرض أو السفر أو واصل في الصيام أو أخرج ماله كله وجلس يتكفف الناس أو صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر أو اتلف ولم يتمم ولم يتيمم أو صام الدهر ولم يفطر أو قام الليل ولم ينم وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه وقيل إنما نهي عن طلاق الحائض لحق المرض إذن يعني ترى أن بعض الناس استحمق لو قال لزوجته مثلا أريد كأسا من الشاي وزاد الشاي أو قل السكر قال أنت طالق صح لا لا على هذا الحال أتى إليها يريدها يغشاها امتنعت أو تعذرت أو ما أشبه ذلك قال أنت طالق أنت طالق إذن الآن الطلاق في حال الحائض إن كان لحق الزوج كيف لحق الزوج يطلق ثم يندم يطلق ثم يندم لأن بعض الناس إذا امتنع من زوجته في حال حيضها تسوء أخلاقه ويطلق ويهجر نعم وعلى هذا الحال فمن ترك حقه وفعل ذلك ولو عليه مشقة يقع عليه كما ذكر هذه الأمثلة الكثيرة وقيل إنما نهي عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة عدتها تطول ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه فيه قولان مشهوران للعلماء والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافع أنه يزول التحريم بذلك فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة فإذا أقدم عليه لكن لو أن المرأة تشاجرت مع زوجها في حال حيضها وطلبت منه الطلاق ثم طلق هل يقع نعم يقع على الصيح كما سمعنا وهل إذا تنازلت عن حقها هل يقع الطلاق تنازلت أو ما تنازلت لأن هذا أمر قال الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن طلقوهن لعدتهن وهناك حكم لماذا نهي الزوج عن طلاق الزوج في حال حيضها يعني حق للزوج يندم حق للزوج تطول يعني تطول عدتها أو لأنه إذا امتنع منها ساءت أخلاقه وما شابه ذلك لكن نمتث لأمر الله جل وعلا قال رحمه الله والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافي أنه يزول التحريم بذلك فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاص فإذا أقدم عليه فقد أسقط حقه فسقط وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضا فإن رضى المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم كما أن رضى الراقيق بالعذق غير معتبر ولو تضرر به ولكن إذا تضررت المرأة بذلك وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضرارها هذه مسألة إذا طلقها في حال الحيض هل يجب عليه إرجاعها أو لا يجب عليه خلاف فمنهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى يعني عدم الوجوب منهم من يرى عدم الوجوب ذكر ذلك ابن عبدالبر وغيره قال وتلافيا لما وقع من الطلاق منه من الطلاق المحرم حتى لا تصير بين بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إبانتها على هذا الوجه وقد روي عن أبو الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر قال كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع وأنس وابن سيرين وطاووس ويونس ابن جبير وعبدالله ابن دينار والسعيد ابن جبير وميمون ابن مهران وغيرهم وقد أنكر العلماء هذه اللفظة على أبو الزبير من المحدثين والفقهاء وقال وقال وإنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده فإن في رواية الجماع عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك قال رحمه الله وفي رواية أبو الزبير زيادة أخرى لم يتاب عليها وهي قوله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض وقد رؤي ذلك عن أب الزبير أيضا من رواية معاوية بن عمار الدهني عنه فلعل أب الزبير اعتقد هذا حقا فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهم وساق يعني أطال وقبل ابن حزم يكاد أن يكون إجماء يعني كما نقل ذلك ابن عبد الفر رحمه الله يكاد أن يكون إجماء من السلف أن الطلاق البدعي يقع من صنف في هذه المسألة يعني كتبا الذين صنفوا فيها من هم اختار الشوكاني له رسالة أيضا هنا ذكر محمد ابن إبراهيم الوزير قال مصنفا حافلا فالشوكاني وهكذا ابن الوزير رحم الله الجميع وممن أطال في هذه المسألة ممن أطال فيها ابن القيم في الزاد وابن حزم في المحلى وأهل العلم ينبهون المتفقه ينتبه ابن حزم يعني قوي ما يبالي بأحد وهكذا الشوكاني ولهذا يقولون من تفقه على كتب على كتب هذين الإمامين ربما شاغب على الفقهاء هذا صحيح في الفتح أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري طيب هذه مسألة إذا ارتفع الحيض لعارض من الأعراض أو مرض أو نحوه قال الشيخ الإسلام إن كان قد ارتفع يحيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلم وما في خلال يعني بمعنى لو طلقها زوجها وهي في حال إرضاعها الغالب على أو بعض النساء إذا أرضعت ما ينزل حيضها فهل تعتد بثلاثة أشهر أم تنتظر حتى يزول هذا العارض ويعود الحيض وتحيض هذا بالاتفاق ما في خلال ما تنتظر حتى يزول العارض ويأتي الحيض وتعتد بنعم الحيض قال ومثله إن كانت عادتها متباعدة كأن تكون من عادتها أن تحيض في العام مرة فإنها تنتظر حتى يمر عليها ثلاثة قرون ثلاثة قرون قال ابن قدامة لا نعلم في هذا مخالفا لو أنه قال إن أخذت العشر الآلاف فأنت طالك فأخذت ألفين أو أخذت النصف هل يقال الحكم للغالب أو يقال على نيته على نية الزوج إن أخذت شيئا من هذه العشرة فأنت طالك الله أعلم على نية الزوج على نية الزوج بقي لو أنه علق طلاقها على شيء فصادف في وقت حيضها صادف في وقت الحيض هل يقع أو لا يقع نعم يقع لكن أهو آثم لا ليس بآثم الطلق سني أو بدعي الطلق بدعي الطلاق يكون طلاقا بدعيا لأنه في حال يعني حيضها هل يقال أمه لأنه حلف عليه لكن لو أنه من امرأة طلقت وعنده أربع قال إن فعلت كذا يقول فامرأة طال على نيته فإذا لم ينوي واحدة قرعة فأيتها خرجت قرعتها وقع الطلق عليها هذه ترى مذكورة انظر هل ذكرت هذه نعم نعم يعني على نيته وإذا لم ينوي واحدة وإنما وإنما جعله على الجميع قرعة فمن خرجت قرعتها وقع عليها طيب قال الإمام الشوكاني رحمه الله ووقوع ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف يعني ما معنى هذا الكلام قال ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف شخ قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق طيب هذا الطلاق ثلاث صح ثلاث فهل يقع أو لا يقع هنا خلاف لو قال أنت طالق ثلاثا هل يقع أو لا يقع خلاف قال رحمه الله ووقوعه أي الطلاق ما فوق الواحدة من دون تخل لرجعة خلاف اختلف العلماء في ذلك طيب أما إذا تخللت رجعة فيقال يقع كيف قال لها أنت طالق ثم ذهب وأشهد بأنني راجعت زوجتي فلان بنت فلان ثم بعد أن راجع طلق هنا هذه الطلقة الثانية هذا يقع لأنه تخللت رجعة تخللت رجعة طيب هنا إذا قال لزوجات إحدى كن طالق إن كانت له نية في واحدة منهن وقع عليها الطلاق هذا واضح وإن لم يكن له نية ففيه خلاف من أهل العلم من قال تخرج المطلقة منهن بالقرعة وهو قول الحسن وأبي ثور والحنابلة قياسا على العتق ولأن الحق لغير معين فوجب تعينه بالقرعة وهذا القول صححه ابن القيم بكلام النفيس في البداية الفوائد ومنهم من قال يطلقنا جميعا يعني كيف يطلقنا جميعا هذه طلقة تتوزع على الكل هل يقال هذه لها ربع طلقة وهذه لها ربع وهذه لها ربع وهذه لها ربع الطلق ما في أربع وأنصاف طلق ما في يقول أنا طلقتها ربع طلقة ما صحيح يعني هنا ما في تقسيم في مثل هذا الحال لكن هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح هنا القياس على العتق بمعنى شخص معه أربع عبي فقال عبد من عبيدي حر طيب أي عبد إن عين يصار إليه ما عين قرعة ومن خرجت قرعته يكون حرا والنبي قد أقرأ في ذلكم الرجل الذي يعني أعتق الستة الأعبد فأمسك النبي أربعة وأقرع بين بين اثنين طيب كان الشيخ رحمة الله عليه يذكر أن رجلا طلق في يوم خمس نساء يعقل أن شخصا يطلق في اليوم خمس نساء يجوز للرجل أن يجمع بين كم أربع من الحرائر وكم من الإماء هل ممكن أنه يطلق في اليوم خمس نساء تشاكل مع نسائه أو مع واحدة فطلقها فجاءت الثانية تشفع قال وأنت طالق جاءت الثالثة قال وأنت طالق جاءت الرابعة قال وأنت طالق علمت امرأة الجار فقالت قال وأنت طالق إن أجاز زوجك قال أذنت يريد أن يتخلص منها فطلق خمس نساء في ربما في مجلس واحد أن هذا بالوكالة وهذا يقع وكان الشيخ رحمه الله يذكر عن ابن عبد البر طيب قال الشوكاني ووقوعه ما فوق الواحدة من نون تخل لرجعة خلاف قال المات في رسالته المات الشوكاني في هذا الباب له رسالة الشوكاني في الطلاق بالثلاث وهي موجودة في الفتح الرباني قال رحمه الله اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال الأول وقوع جميعها وهو مذهب الآئمة وجمهور العلماء وهو مذهب الآئمة وجمهور العلماء وكثير من الصحابة وفريق من أهل البيت يعني الآن لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا هل يقال إن قل أنت طالق أنت طالق أنت طالق يستفصل هل أردت أن تؤكد الطلاق أو أن تنشئ طلاقا ثانيا وثالثا هل يستفصل الناس في هذه القضايا وقت الغضب ترى يخرج ما في جعبته فإذا ذهب الغضب يبحث عن المخارج وأنا طلقت وأنا غضبان ما عرفت وأيضا طلقت وهي الأولى طلقتها وأنا غضبان والثانية طلقتها في حال حيظها والثالثة طلقتها وأنا أقصد اليمين ما في طلق أصلا يعني الطلق ما سيقع فيبحثون لهم عن مخارج وما أحسن ما حصل لبعض المفتين هنا في اليمن أتى ويقول يا شيخ أنا طلقت وأنا غضبان قال من ذك الذي يطلق وهو يضحك كل الناس أو الغالب عليهم أنهم يطلقون وهم في حال غضب لكن صار الناس يتساهلون جدا لا يعرف جاهل لا يعرف كيف يطلق ولا كيف يتزوج ولا كيف ينكه وهذا ضرر وأي ضرر الأئمة الأربعة يقولون من طلق ثلاثا ولم تتخلى الرجعة فيقع عليه الطلاق تبين من بينون كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غير هذا المذهب الأول الثاني عدم الوقوع مطلقا لا واحدة ولا ما فوقها لأنه بدعة محرمة مرمعنا من صور الطلاق البدعي أن يطلقها الثلاث دفعة واحدة قال وهذا المذهب حكاه ابن حزم وهذا المذهب حكاه ابن حزم قال وحكي للإمام أحمد ما يكفي وقال هو مذهب الرافرة قلت بل هو مذهب جماعة من التابعين كما حكاه الليث ومذهب ابن علي وهشام ابن الحكم وجميع الإمامية ومن أهل البيت عليهم السلام الباقر والصادق والناصر وبه قال أبو عبيدة وبعض الظاهرية لأن هؤلاء قالوا إن الطلاق البدعي لا يقع والثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة لا يقع أيضا في هذا حجة على الذين يقولون بأن الطلاق البدعي لا يقع يقال لهم الطلاق بالثلاث دفعة واحدة بدعي أم سني سيقولون بدعي هل يقع قالوا يقع يعني الجمهور يقع لكن هنا حصل الاختلاف هل يقع وتبين منهم رأته يعني يقع الطلاق ثلاثا أم يعتبر طلق سيأتي معنى أن الصحيح والراجح أن من طلق امرأته ولو ثلاثا أو أربعا أو خمسا هي طلقة واحدة ما لم تتخلل رجعة وسيأتي بماذا تكون الرجعة والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم إن شاء الله طيب إلى هنا وارخ الله شكرا للمشاهدة